سؤالك نرجع لسؤالك أسيس نزار مين هو هذا الإله نحكي عنه يعني بمعنى تاني في ناس يسألوا هل إله المسيحية هو إله الأديان الأخرى وهذا سؤال عادل يعني حقيقة وبعد التأمل في هذا السؤال كتير وجدت أنه إذا حكينا نعم ناس تزعل وإذا حكينا لا ناس تزعل ما بناش حد يزعل لكن إذا نحكي موضوعيا عدة أشياء أولا كلمة الله موجودة بالتاريخ باللغة العربية قبل مجيء المسيح موجودة في الجزيرة العربية في قصائد مثل المعلقات ووصف الله بدقة كالخالق اللي يعبد اللي هو خلق الدنيا كلها ووصفه بدقة بنفس ووصف الكتاب المقدس مثلا كلمة الله موجودة مسبقا أصلا كلمة الله كانت اللغة السائدة في الجزيرة العربية أنا ذاك كانت بسبب السبي ومش عارب إيش كان اليهود والمسيحي يحكيوا اللغة الآرامية والمسيحي بعدين تطوروا في سموصات لغة سريانية بس لما بيحكوا كلمة الله باللغة الآرامية هي الله الله والسرياني الله فلما المسيح اللي كان يحكي باللغة الآرامية يحكي عن الله كان يحكي الله نفس التعبير هذا هي كلمة كلمتنا بالأصل لكن شو اللي بيصير نحكيها ببساطة عنا الله هنا ممكن عدة أديان يشيروا لالله المؤمن بيحكوا الله المسيحية بيحكوا الله شهود يهوى بيحكوا الله الإسلام بيحكي الله وهكذا كتير الناس بيحكوا اليهود بيحكوا الله هاي الله فنقولها النقطة البداية هاي الكلمة اللي هو خنقول فيه إشي مشترك أنه هو خالق ومعبود فيه إشي مشترك في الوصف ماشي بدين بيحكوا عن صفات الله هنا فإذا عندك الله هنا وصفاته هنا وفيه بعض الأشياء مشتركة بين الأديان بصفات الله لكن وين بميز الإيمان المسيحي يعني بدلا ما نسأل السؤال هل هو نفس الإله نسأل السؤال مش عن التطابق أو هل هو نفسه لكن ما هو مختلف في الإيمان المسيح شو فيه بالإيمان المسيحي اللي كل هاي الأديان بتقول لا لا نؤمن به يعني يكون الرفض من هاي الأديان مش من الإيمان المسيحي يعني المسيحي ما بتقول إحنا لا أو آ يعني باختصار يعني اسمح لي دكتور عماد يعني حتى لا كمان فيه بالمفهوم الغير مسيحي يعني ممكن يستخدم ما إحنا حكينا عن رأس قيصر يعني ممكن يتحط بيستخدم نفس التعبيرات يعني الله رحيم لكن يخلو من الرحمة لما أنت بتدرسه بحسب يعني فكرة الرحمة بتلاقي لا أنه بعيد عن الرحمة بعيد متغير بغير ذاته بغير يعني بيستشير إلى كرة مش الإله اللي منتكلم عنه صح مضبوط أنا لحدف الجدل بس عم بقول على الأرضية المشتركة على الأرضية المشتركة عنا الله وعنا أوصافه طبعا أوصافه تبقى بختلفة في المسيحية بس خلنا نقول جدلا أنه الأوصاف فيها تشابه والنقطة البداية فيها تشابه الآن وين الاختلاف وين الاختلاف الآن هنا المسيحية تختلف بشيئين شلالتين أولا بتقول المسيحية حتى يكون في صفات هنا نختبرها نحن لازم نكون نابعة من علاقة فيه هاي الله هون نحكي النقطة النص في الوسط هون هاي الله هون وهاي صفاته هون المسيحية بتقول حتى الصفات تظهر في الخليقة يجب أن يكون هناك علاقة في الذات الإلهية اللي هي العلاقة السرمدية أنه الله علائقي في ذاته زي المحبة تتطلب محب ومحبوب علاقة موجودة في ذاته أول شيء هل بتسأل الأديان الأخرى هل تؤمن في الله قائم بعلاقة لا استغفر الله مستحيل هل الله ثلث مستحيل في رفض كامل لوجود هذه النقطة في النص شيء الثاني بيحكي الكتاب المقدس أنه الشيء اللي أكد لنا أنه الله هيك هو الصليب صليب يسوع المسيح وقيامته من الموت أعطانا تأكيد جاب إلنا الفرح أنه الله فعلا هيك وصفاته أكيدة وليست عشوائية فإذن هون وكمان تسأل أديان الأخرى هل تؤمن بالتجسد هل المسيح مات على الصليب مستحيل فإذن في رفض من الجهة الأخرى للإيمان المسيحي فإذن أنا بسميها زي ما تقول القفزة الهائلة من الله هون لصفات الله هون وقفزة عن جوهر الله في طبيعاته الأعلنوا إلنا فإن أنت عم تحكي عن صفاته من دون أي آلية لصفاته ما في عندك آلية ما في زي ما قال يعقوب أنت تؤمن بالله تؤمن الله الله واحد حسنا أنت فعل الشياطين يؤمنون يعني هذا إيمان الشياطين بس أنت لازم تدخل لعمق أكبر إيمان قلبي إيمان قلبي إذن فيها الفجوة هاي المفقودة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر